اهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية الخاصة والسجالات والخلافات السياسية دامت لاشهر ومرت بمطالب متعددة منها حل البرلمان ويعادت الانتخابات مع تعديل القانون حتى رست على مطلب اعادة الانتخابات من قبل السيد الصدر وهذا مشروط بعدم اشتراك الفرقاء السياسيين الموجودين حاليا في الساحة السياسية بما فيهم التيار الصدر نفسه هذا المطلب اثار استغراب المراقبين كون الانتخابات تحتاج الى وقت طويل ونفقات مالية كبيرة بالوقت الذي تتغيى فيه الموازنة لهذا العام هذا من جانب اما الجانب الاخر مشاهدين فان تصفير العملية السياسية اليوم يراها مراقبون بالخطوة الصعبة التنفيذ بعد الوصول الى مقتربات نهاية تشكيل الحكومة ويعادة العملية السياسية الى المربع الاول فهذا يثير المخاوف حول امكانية نشوء نظام الاوحد وضياع المكتسبات التي تحققت بعد عام 2003 واهمها الديمقراطية فالنتابع في ظل تباعد وجهات النظر ورفض الحوارات الداعية الى تقارب الاراء تقترب الاعتصامات امام المنطقة الخضراء من الثلاثين يوانا المعتصمون ومن ورائهم من محاشدين يتمسكون بالمطالب التي انطلقت لاجلها هذه المظاهرات الا وهي اعادة الانتخابات معترضين طريق تشكيل الحكومة المرتقبة وفي المقابل تستمر مظاهرات حماية الدولة وشرعيتها للحيلولة دون المساس بالمؤسسات الحكومية هذه المشاهد توحي لمراقب ان الازمات في طريقها الى التعقيد اكثر للوقت الذي يجر طرفان حبال قراراته بقوة وبالتالي تشض البيت السياسي له تبعات تلقي بظلالها وما تحتويه من ضرر على المواطن ولا تستثنى العملية السياسية من الارباك جراء ذلك فالمطالب التي تهدف الى تصفير العملية السياسية وعودة الخطوات الى المربع الاول بعدما شرفت على الوصول الى مقتربات النهاية لهو امر يرفضه ذو الاختصاص والمراقبين لما له من نتائج سلبية تدخل البلاد في تخبط جديد وقائع كانت نتائجها افشال الحوارات القائمة باعراض المدعوين من التيار الصدري والحزب الديمقراطي والسيادة عن الحضور وهذا ما يعمق الازمة ايضا فرغم تسارع الاحداث والازمات لا يمكن التكهن بما ستقول اليه المعطيات الحالية في قابل الايام سوى التصعيد الذي يوعد به بعض الاطراف وفق المؤشرات الحالية للمشهد السياسي نهى الشمري الايام الفضائية اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا الموضوع نرحب سوية بضيفنا الكريم في الستوديو اضوء اتلاف النصرة دكتور سلام الزبيدي اهلا بكم دكتور ضيفا كريما حياكم الله اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الاكالة حياك الله دكتور بداية الى اي درجة المبادرة الاخيرة لحل هذه الازمة سوف تسهم بحل هذه الازمة وبمدى امكانية تصفير العملية السياسية لحل هذه الازمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتداءا هي المبادرات كثيرة بصراحة بعد نتائج الانتخابات طرحت عدة مبادرات ولكن المبادرات كثيرة والحلول قليلة اعتقد ان اي مبادرة يجب ان تكون واقعية وايضا يتفاعل معها الطرف الاخر اللي هو طرف بالخصومة يعني مبادرات اللي تطرح وترفع بها سقف المطالب اكيد هي قد تكون مبادرات لاطالة امد الازمة او لانت عندما تطرح موقف معينة ومبادرة معينة والغرض منها انه انت تعرف الطرف الاخر ما رح يتقبلها فبالتالي رح تكسب بزيد من الوقت لتحويل الصراع الى سياسة لكسر الارادات وتصفية الحسابات وهذا بصراحة يعني انا سأنا ما اقصد طرف معين كل الاطراف المعنية بالصراع استخدمتها بخلص الاطراف من المستفيد الاكبر من اطالة امد هذه الازمة يعني اسأل يعني البعض يقول الاطار هم ليس يعني جهة واحدة تعرف ان الاطار بها عدة جهات وعدة شخصيات وبالتالي هناك جهات تدعو الى الحوار هناك جهات تدعو الى التصعيد بالمواجهة يعني على اساس انه الطرف الاخر ايضا عندها حدة تصريحات نزل للشارع وبالتالي بخابيلة هناك اطراف ايضا تصل الى مرحلة المواجهة اكو اطراف تدعو وترغب المواجهة المواجهة بصراحة يعني الجميع كان لحد هذه اللحظة ملتزم بالمطالب الدستورية او على الاقل يمارس حقه لكفلة الدستور من خلال تظاهرات سلمية حافظت على الملاك العامة وحافظت على مواقع من كل الاطراف بصراحة ولكن نحن نخشى اليوم انت اليوم نتحول الشارع الى صدام وحدة تصريحات واحتقام بالتالي نخشى ان تكون على الاقل يعني شرارة تطلق من طرف اخر تأجيج من جهة وبالتالي عندما تؤجج الفتنة لن يكون اي طرف مستفيد يمكن المواجهة او مخاطر هذه الازمة بعيدة الحدوث نظرا لوجود حكم لدى القيادات السياسية وايضا هناك تطمينات من قادة الشيعة بصراحة انه اطمئنان بان لا يوصل الحد الى مواجهة شيعية شيعية او حرب اهلية مقابلها اكو تمسك بالمطالب مثلا الايطار يمكن اليوم يتحدث من مصدر قوة بانه متمسك بالديمقراطية متمسك بها الدستور وانقاط الدستور والقانون لكن هذا لا يعتبر ايضا تمسك بالموقف والى تداعيات عمليات السياسية بصراحة استاذ بشار تتعرف اليوم يجب ان تكون هناك على الاقل تنازلات يعني من كل طرف من الان حتى لو كانت على حسب دستور لا لا التنازلات مؤلمة لكن تحافظ على المبادئ وسياقات الدولة يعني اليوم انا عندما اتنازل اتنازل ليس لمصلحة حزب او جهة او مكون او طرف انا اتنازل لمصلحة العراق تنازلات يعني مثلا على سبيل المثال ان الكتلة الصدرية حصلت على اعلى المقاعد بتالي هس البعض يقول فسر انسحابهم تكتيك لكن هو تضحية بصراحة يعني تضحية من اجل عدم الوصول الى صياغ مشتركة لتشكيل الحكومة فشلة الكتلة الصدرية بتحقيق معادلة الاغلبية الوطنية والتالي لجأة الاخير هذه التنازلات بصراحة شون يفسرها البعض يفسرها تراجع قرار خاطئ لكنه اول واخيرا هو تضحية من قبل التيار بمكاسبة الخاصة من اجل الان اريد اوصل فكرة للمتلقب يعني هاي مهمة نعم اليوم انت الان اصبحت ككتلة اكبار او المقاعد الاكثر داخل البرلمان وهذا المكتسب حصلت من خلال انسحاب الكتلة الصدرية هنا انا يجب ان لا يعني اتزمت او اتعنت بالمنصب او بالقرارات الدستورية يجب ان تكون هناك مرونة وتنازلات لفك هذا الانسداد السياسي من خلال مشروع وطني اتفق عليه كل الاطراب حتى لو تم ضمن السياقات الدستورية واستكمال استحقاقات انت عندك طرف شريك اخر بالمعادلة السياسية يجب ان تتفاوض ويها وتشارك على الاقل في اختيار رئيس الحكومة المقبلة او شكل الحكومة المقبلة اللي تكون هي حكومة موقعة انتقالية تعد لانتخابات جديدة تنهي هذا الصراع لان اصلا المشكلة هو افرازات ما حصلت عليها من نتائج هذه الانتخابات بالتالي هناك خطأ كبير ويجب ان يعالج هذا الخطأ من خلال الاليات صحيحة واتفاق بين كل الاطراف ورضا لدى الشارع لاعادة التقاب العملية السياسية ايضا ينضمن مباشرة بالصوت والصورة من ساحة الاعتصام عند اسوار المنطق الخضراء المحلل السياسي الاستاذ حسين الكناني اهلا بكم استاذ حسين وبداية اود نسألك يعني من اجل حل هذه الازمة الحل بحاجة الى الحوار والى تنازلات من كل الاطراف السياسية لكن هل هناك امكانية لدى الاطار وقوى الاطار الشيعية ان تقدم تنازلات ربما تكون على حساب الدستور وعلى حساب مطالب الشعب نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدك الكرام لا رأيب انه ليس امام الكتل السياسية لا رأيب انه لا سبيل امام الكتل السياسية سوى الجلوس لطاولة الحوار والاحتكام للدستور لا يمكن طبعا قبول اي حل يخالف الدستور او يناقضه وبالتالي لا بد ان تكون هناك روح رياضية بين الكتل السياسية والعطاء والقبول بالتنازلات قد تكون تنازلات على حساب الشخصي او على حساب الفئوي كحزب او كجهة وبالتالي ان تقدم المصلحة العامة ودفع الضرر المحتمل خصوصا في حال الذهاب للفوضى سوف تكون هناك ضرر كبيرا على العامة بصورة خاصة وبالتالي ممكن الاعداد لمرحلة قادمة تكون ناظرة لكثير من المتغيرات التي يريد اجراءها بعض القوى وبعض القتل السياسية ايضا من خلال الاحتكام للدستور والقانون وان تعقد جلسات للبرلمان وان تعقد حكومة او تشكل حكومة كاملة الصلاحيات تعطي او تأخذ الفرصة كاملة حتى تثبت جدارتها او كفاءتها بادارة الدولة طيب استاذ حسين اليوم هناك مبادرة من قبل التائر الصدري تدعو الى عدة الانتخابات وعدم اشتراك اي من الاطراف السياسية اي من الاحزاب بهذه الانتخابات اي وجود او خلو العملية السياسية القادمة من اي طرف سياسي بالامكان التفاوض او التوافق مع التائر الصدري حول هكذا مبادرة او التي وصفت بالمبادرة من قبل سماحة السيدة الصدر اعتقد هذه المبادرة غير عملية بالمرة خصوصا انها تشترف انسحاب الكتل السياسية والاحزاب وليس فقط بالخط الاول وانما كل من شارك بعد 2003 لحت هذه الساعة وبالتالي هذا الطرح فيه تطرف كبير بالنسبة لبقية الجهات وايضا هناك رغبة لدى الكثير من الكتل والاحزاب وممارسة العمل السياسي وترى ضرورة المشاركة بالحكومة الاكراد القوى السنية لا يرغبون لا بالانسحاب من البرلمان وحل ولا يرغبون بعدم المشاركة في الحكومات وبالتالي هذه المبادرة لا بد ان تكون واقعية وان تنسجم مع رؤية الاطراف الاخرى هذا حب من طرف واحد وبالتالي لا يمكن القبول به من قبل القوى السياسية طيب اليوم مطالبة رصدري او مشروع رصدري الذي بدأ باعادة حكومة اغلبية واعادة الانتخابات وحل البرلمان وصل الى مرحلة المطالبة بتصفير العملية السياسية لديكم مخاوف من قضية تصفير العملية السياسية على بقية الجهات بقية الاطراف السياسية ايضا التغيير عادة لا بد ان يكون بالتدريج يعني لا يمكن ان يكون التغيير دفعة واحدة هذا التغيير الدفعي يشكل ردة فعل عنيفة وارتدادات قوية على المجتمع على الطبقة السياسية على البلد بصورة عامة هذه حلول ثورية لا يمكن ان يكتب لها النجاح خصوصا انها لا تتعلق فقط بجهة واحدة هناك شركاء في الوطن وهذا ما ذأبت عليه العملية السياسية وجرت عليها عراف سياسية والتيار الصدري ليست لديه حزازة بالتحالف مع تلك القوى الكردية او حتى السنية ومن هنا نعتقد ان مسألة التغيير التوري والجذري لا يمكن القبول بها ايضا من قبل القوى السياسية وانما هناك آليات وهو الاحتكام للدستور والبحث لمتغيرات ضمن الاجراءات الدستورية والقانونية من اراد حل البرلمان لابد ان يذهب باتجاه البرلمان وان البرلمان هو من يحل نفسه ايضا مسألة تشكيل حكومة او تغيير في الدستور تغيير الدستور يحتاج الى اجراءات وهناك آليات ايضا تم رسمها من قبل الدستور وبالتالي يمكن اتباحها من اجل اجراء التغييرات المطلوبة او التي يريدها التار الصدري طبعا مع مشاورة واستشارة من قبل خبراء القانون وخبراء الدستور ايضا ممثلين الجهات السياسية والكتل والاحزاب حتى يكون الحل مقبول من جميع الاطراف ويتم تمريره او التصويت عليه داخل قبة البرلمان اعد لك يا دكتور سلاب يبدو ان هناك اتفاق يعني ما اكو خلاف عن قضيات حل البرلمان او اجراء واعادة الانتخابات لكن اكوة الية تختلف يمكن تير الصدر يريدها بشكل مباشر الاطار يريدها وفقه االيات معينة وقانونية ودستورية هذا لا يفتح باب او بجال التوافق مع ما بين الخيار والاطار والكوار الوصول الى حل توافقي لهذه الازمة احسنت يعني بصراحة الاطار هو اول من طالب بالغاء نتائج الانتخابات فور انتهاء حملية الانتخابات على اعتبار انه هذه الانتخابات شابها ما شابها من تزوير وشبهات وملفات فساد كثيرة والاطار نزل الى الشارع يعني اتصم اراده وبالتالي كان انسحابه وقبوله بقرار المحكمة الاتحادية وبنجل نضيب الحملية السياسية وعدم التأثير على هيبة الدولة وسيادة الدولة والتأثير على قرارات الخضاء اليوم حقيقة المحادلة يعني تكون متشابهة يعني التيار او التحالف الثلاثي اللي هو كان ماضي بتشكيل الحكومة ما قدر يشكل الحكومة اليوم التيار يطالب بالغاء البرلمان والغاء نتائج الانتخابات اذا الجميع اصبح لديه قناعة ان اصل الانسداد السياسي هو نتائج الانتخابات وبصراحة هو فقط ليس سراع بين طرفين يعني كما يصوره البعض انه السراع شيعي شيعي او تكون هناك خلافات شخصية واني لا انكر يعني حال الخلافات شخصية تكون موجودة ايضا الصراع على معادلة يعني السلطة موجودة ولكن بالنتيجة انا اعتقد انه هذا الصراع اصلا هو بنية النظام الاساسي او السياسي للبلد حقيقة شكل النظام هذا ما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالي وهذا هو بنيت النظام السياسي طلت الدورات الانتخابية والدورات الحكومية السابقة كلكم كجهة سياسية كنتم تؤشرون خلل في العملية السياسية خلل في النظام السياسي اليوم السيد الصدر عدى مقترحة مبادرة لتغيير شكل هذا النظام بشكل جذري ربما ليش ما يتم الاتفاق معه وهذا ما ذكرتها مبادرتنا اذا تذكرها في 22 حزيران كمبادرة الابتلاف النصر ذكرنا انه المرحلة القادمة بما انه الجميع وصل الى مرحلة هذا الانسداد وعدم تقبل الاخر يجب ان يكون هناك حلا بحوار لاعتبار المرحلة القادمة مرحلة انتقالية تهيئ لانتخابات جديدة قبل هذه الانتخابات يجب ان يكون هناك حمل لتغيير قانون المفوضية تعديلات دستورية تغيير المفوضية نفسها فبالتالي نحن اول من بادرنا وسعينا بان نطلق مبادرات من هكذا نوع لانه بصراحة كل الحكومات السابقة والدولات السابقة خلنا نكون واقعين فشلت في ادارة الدولة اذا هناك خلل في النظام كل دول اللي سمقتنا بالديمقراطية جربت النظام البرلماني فشلت بصراحة يعني اغلب الدول فشلت لانه ما يتلاقم مع طبيعة المرحلة فرنسا مثلا جربت النظام البرلماني وعادت الى النظام المختلط ونجحت لماذا انا استفاد من تجارب وبعدين النظام اختارتها ايادي عراقية والايادي العراقية الان موجودة ممكن ان نتغير شكل النظام بما يتلاقم مع طبيعة المرحلة دفع واحدة الواحدة هو هذا اللي اقول هو هذا اللي اقول انه اليوم ما ممكن انه تحالج هذا الانسداد السياسي وتفكيكه من خلال يعني دوز دقمة وقبل يتغير لا يجب ان يمر بمراحل اول مرحلة يجب ان ننهي هذا الانسداد بخطوات آنين اللي هي مثله انه انا اتقبل الحوار وياك اقعد وياك بما انه انا وياك بتفقين انه الحل هو حل البرلمان خلص احنا مختلفين حلاليات نقعد نتفق كحلول آنية كخطوة اولى ويجب ان نرحل الملفات الكبرى ما تنفتح بالوقت الحالي يعني صعب انت في مرحلة صراع وعدم تقبل الطرف الاخر اي فتح لي ملف كبير جدا اعتقد راح اي اخر لذلك المرحلة المقبلة اللي هي المرحلة المستقبلية الستراتيجية ممكن اه يطرح الكتلة الصدرية انه المرحلة القادمة اي وجه مارس العمل السياسي ما يدخل بالحكومة هذه حقيقة بصراحة يتفق عليها كل الاطراف ويجب ان تكون بستراتيجية وتبني دولة مؤسسات حقيقة وترسب خارطة جديدة طيب لكن من يحدد شكل التغيير اسلوب التغيير حجم التغيير كل الاطراف بصراحة التيار الصدرية يجب ان يتم جزء من طرف الاستفتاء عليه الاقل من الشعب العراقي من اجل الحفاظ الاقل ما موجود من ديمقراطية ولذلك يعني اريد ان ارجع شوية للمبادرة مبادرة سيد مقدرة الصدر بصراحة مبادرة محترمة والجميع ممكن ينظر اليها بانها ممكن تكون سبل من سبيل الاصلاح ولكن بالنتيجة هو طرف من معادلة سياسية ما يجب ان تكون مبادرة واقعية يعني انا اقول مثلا على سبيل المثال للسيد مسعود برزاني اقعد وبطل سياسة وبعد ما تشتغل فورا ما معقول مثلا عدة جمهور الاخوة بالمكون السني عدهم جماهير وعدهم عمل يعني بالتالي المراحل اللي تريد تتغير بها يجب ان لا ترفع سقف المطالب يجب ان تكون مطالب واقعية وتدريجية بالتالي تقعد مثل ما تفضلت كل الاطراف مجتمعية مستقلين كتل سياسية الشارع نشارك كل الاطراف بصياغة عملية سياسية تتوافق ويهو الوضع الحام للبلد وبالمناسبة للدستور ليس قرآن منزل الدستور كتب بأيادة عراقية وممكن هاي الايادة العراقية يتغير كثير من فقراتها بما يثلاء مع حجم التحديات حجم المشكلات اللي تواجهها العملية السياسية واعتقد انه اي عملية سياسية تقصي اي طرف منها الاطراف او اي مكون او اي جهة من المعادلة السياسية راح تكون معادلة مكسورة وبصراحة لن تمضي اي حكومة او اي تشكيل من خلال اصطفافات عرقية او اثنية او طافية يجب ان تكون المعادلة القادمة هي معادلة عراقية لبناء العراق استاذ حسين كما ذكر دكتور سلام ان المعادلة ربما كانت متشابهة بخصوص قضيات المطالبة باعادة انتخابات او حل برلمان وغيرها من قبل الاطار او من قبل التيار لكن الاطار كان متمسك بمشاركة التيار الصدري عندما رفض المشاركة بالانتخابات وكذلك في العملية السياسية في البرلمان بعد ان انتهت وعلنت نتائج الانتخابات ايضا الاطار متمسك بوجود التيار الصدري نظرا لاهمية الكبيرة لكن التيار ليش يحاول اليوم اقصاء بعض الاطراف المهمة من الاطار طبعا وجود التيار بالعملية السياسية هو ركن اساسي من العملية السياسية منذ 2003 وحتى هذه اللحظة وهو شريك في كل الحكومات التي تم تشكيلها بكل اخفاقاتها وكل نجاحاتها فشلها فسادها وغير فسادها وبالتالي مسألة وجود التيار وايضا التيار ليس من النوع الذي ينكفع على نفسه ويترك المشاركة بالعملية السياسية ولا يكون له دور وتأثير خصوصا انه يمتد الى مرجعية السيد محمد صادق صدر وهي مرجعية كما يسمونها مرجعية ناطقة لا تسكت بأي شكل من الاشتال وتبقى تطالب بما تريده بحقوقها بحقوق المواطنين وهذا امر ايجابي وجيد في نهاية المطاف اشراك التيار الصدر بالعملية السياسية ضرورة وهذا يفسر اصرار الاطار التنسيقي على ضرورة اشراك التيار في اي حكومة يتم تشكيلها والحكومة من دون تيار حكومة عرجاء قد تواجه الكثير من الصدمات وايضا نحن بحاجة الى حكومة مستقرة حتى تستطيع ان تواجه حجم الاخفاقات طيب استاذ حسين هذا الموقف معروف من قوى الاطار الشيعي لكن بالمقابل لماذا التيار الصدري متمسك في مختلفة مع بقية المكونات العلاقة العراق ورؤية الاستراتيجية مواجهة القوات الاجنبية الموجودة على الاراضي العراقية تاد حسين اسمح بالمقابل ليش التيار الصدري رافض استمرار بعض القوى السياسية المهمة في العملية السياسية خصوصا بعض القوى في الاطار الشيعي الحكومات التي يتم تشكيلها حتى تتفرغ الحكومة وتكون حكومة متكئة على قاعدة برلمانية صلبة تستطيع أن تفتح هذه الملفات الشائكة خصوصا أنه نحن بحاجة إلى دولة قوية وحكومة قوية تعتمد على نسيج اجتماعي صلب حتى تستطيع أن تفتح هذه الملفات وتواجهها بقوة وتبني دولة قوية أما أن ننشغل بهذه الأزمات وهي أزمات في غاية الخطورة حقيقة خصوصا بعد أن وصلت المرحلة للمواجهة أو الاحتكام إلى الشارع وفرض وكسر الإرادة من خلال الجماهير أعتقد أن هذا في غاية الخطورة وهو ما يستدعي أن تتحمل كل الكتل السياسية مسؤولياتها وأن يعامل التيار معاملة تنسج مع حجم التهديدات في المرحلة بالإضافة للإطار التنسيقي أيضا هو أعتقد كان مرن إلى حد كبير قدم الكثير من التنازلات وكانت لديه رؤية بناءة من أجل البناء دولة وأن تكون حكومة تحتمد على قاعدة برلمانية قوية أستاذ حسيان اليوم شنو سبب استمرار أو رطض التيار الصدري استمرار بعض القوى المهمة في العملية السياسية ورغبت بتصفر العملية السياسية نتوقع أستاذ حسيان أن تقلوا العملية السياسية القادمة من بعض القوى خصوصا في الإطار الشيعي يعني أعتقد أنه هذه المسألة يعني غير ملزمة بالنسبة للتيار الصدري يعني التار الصدري غير ملزم بإقصاء أو إبعاد أو ضرورة المطالبة بأن تكون جهة سين أوصاد غير موجودة في العملية السياسية هذا ليس من حق التيار بأي شكل من الأشكال خصوصا أنه هذه الجهات لديها جمهورها أي أن كان هذا الجمهور أي أن كانت نسبة مشاركته أي أن كان عدد المقاعد التي يحصل عليها داخل قبة البرلمان في النتيجة هذه جهة لديها جمهور ولديها قواعد شعبية خصوصا أنه جهات عريقة وقديمة في العمل السياسي ولديها رؤية بإدارة الدولة ولديها قاع مرجعيات حتى لديها انفتاح على مرجعيات دينية وانفتاح على مرجعيات دينية وبالتالي إصرار التيار على إبعاد بعض الجهات وتحميلها كامل المسؤولية أعتقد هذا يعني نوع من أنواع التطرف السياسي ينبغي أن ينأى التيار الصدري عنه ويبتعد وأن تكون أطروحات يعني رؤية منتنسجة مع الواقع وأن لا تكون يعني مجرد رغبات لبعض الشخصيات طيب بالنسبة لما ذكرت عن رؤية التيار الصدري أو أطروحات التيار الصدري لا تعتقد أنها غير واضحة الحدود السياسية غير واضحة خريطة سياسية للمضيب العملية السياسية القادمة التي يدعو إليها كأن تخلو من بعض القوى السياسية أو كل القوى السياسية المشاركة في هذه العملية الحالية أكو تفاصيل غير واضحة هذا ألا يعقد المشهد ويجعله ضبابي بالنسبة للجمهور والشارع والقوى السياسية الأخرى المشاركة السقف العالي للتيار الصدري منذ بداية كان سقفا عاليا أراد أن يفرض رؤيته على الجميع وبالتالي ما قدم حلول منطقية أو واقعية تنسجم معه حجوم بقية الكتل وزان الشخصيات أي أن كانت عدد المقاعد التي حصلوا عليها داخل يعني من خلال نتائج الانتخابات البرلمانية وعندما ما استطع التيار أن يشكل حكومة مع تحالف الثلاثي أصبح أمام خيارات في غاية الصعوبة خصوصا أنه ما تعامل ببرغماتية واقعية وإنما أخذ يزيد من حجم مطالبه وأخذ يعني نوع من انواع الهروب إلى الأمام وأصبح يبرر عدم قدرته على تشكيل الحكومة وحملها حمل البرلمان تارة وحمل القضاء تارة أخرى وبالتالي كثرت الأمور الغير منطقية بالنسبة لبقية الكتل السياسية مما جعلت التيار أمام خيار واحد يعني خيار وحيد وهو عدم يعني الذهاب إلى المعارضة وترك الأمور بشكل نهائي وهذا ما لاحفه من خلال التغريدة الأخيرة قد ينكف التيار الصدري في هذه الدورة على نفسه وينسحب بشكل نهائي ويذهب الإطار التنسيقي بشكل منفرد ويحكل الحكومة مع بقية الشركاء الديمقراطي الكردستاني والتحاد الوطني الكردستاني بالإضافة للقوى السنية أعود لك دكتور سلام يعني حديث التيار الصدري أو رغبت بعدم استمرار كما دعوة سيد الصدر جميع الشركاء السياسيين أو الأحزاب أو الأطراف السياسية بالعملية السياسية الجديدة المقترحة يخلو من كل هالأطراف طيب هل سيخلو أيضا من القوى السياسية السنية والكردية ما أنا وضحت قبل قليل قلت اليوم التيار الصدري هو جزء من مجتمع ومكونات وجمهور بالتالي ما ممكن أنه اليوم أنا أفرض إرادتي على يعني جماهير ومكونات ومكون السني بحجمه ومكون الكردي باستقلالته وحجمه أنا ما ممكن أنه أفرض إرادة عليه بس هذا ممكن أنه يكون باتفاق من خلال الممثلي الكتل السياسية اللي يتمثل جماهير هذه المكونات أو قادتهم زحماءهم اللي اختاروهم وممكن يقعدون يسوون خارطة طريق يتفقون بها كل الأطراف مثلا نتفق أنه نشكل حكومة ما بها أي شخصية مارسة في العمل الحكومي يشكل حكومة نجيب الناس تكنقراط ممكن نجيب حكومة هذه أطراف سياسية موجودة ككتل سياسية تقترح حكومة تكنقراط لكن هم يخترحون من المفترض إذا لم يوجد أي حزن في البرلمان من المفترض أن يتفقون على خارطة سياسية جديدة أولا أن يعدلون شكل النبام السياسي وثانيا أن يعدون لانتخابات حرة نزيها عادلة بقانون منصف وعادل ومفوضية مستقلة حقيقية لا تنتمي إلى الأحزاء وعندما تأتي الديمقراطية ببشار وبسلام علي الجميع أن يقبل بها لأن هذه الديمقراطية الديمقراطية في كل العالم صناديق تذهب بخيارات وتكون حرة ونزيها وعادلة والاختيارات للجماهير عندما يأتي الشخص اللي تختار الصناديق عليه أن يمضي بالمشروع بصراحة خلى أقول لك موقفنا كأتلاف النصر نحن اليوم ما ننظر للأسماء ننظر للمشروع أي شخصية تأتي ما يهمني اسمها يهمني إيش راح أتقدم مشروعها شنو مشروع دولة فبالتالي اليوم يعني إزاحت بعض الأسماء على أساس خلافات شخصية عمر غير مقبول أنت اليوم تريد تجي شخصية رئيس وزراء على سبيل المثال محمد شاع السوداني اللي صار عليها الاعتلاف نعم أجلس ويا شنو مشروعك قدم لي مشروعك خطتك للعمل إذا الخطة والمشروع تنسجم مع الرواة والأفكار قال إحنا ما قدنا مشكلة مع السيد هو الواضح يعني التيار ما مختلف بالآلية ما مختلف على الأسماء ما مختلف على الآلية شكل النظام السياسي وأرد حقب على ما ذكره أستاذ حسين بصراحة اليوم الخطاب الإعلامي هو جزء من حل المشكلة لا نريد أن نكون اليوم جزء من الانسداد يجب أن نكون جزءا من الحل بصراحة الخطاب يجب أن يكون عقلاني ويجب أن يكون وسطي حتى نترك رسائل جيدة لتقريب وجاة النظر يعني أستاذ حسين يقول على التيار رح ينكفئ وما يشارك بالعملية السياسية ويعزل أبوابه ويروح وليطالي يشكل حكومة بصراحة أقول لأستاذ حسين ولكل الجماحية لا أستاذ حسين أكد أنه ضروري وجود بالأخير قال إذا هو رح يطلع من تغريب احترام لخيار التيار الصدر لا لا الاستقالة من الفرلمان والآن يقول بحسب مبادرة السيد الصدر أنه لن يشارك فيها الحكومة وفي حتى الانتخابات القادمة بحسب المبادرة لا لا المبادرة مو يجرب المبادرة تقول أنه أنا أصلح نظام سياسي وأطلع ربعي حتى كانوا قديمين من تغريب الصدر ومثل ما قلت لك سناديق الاختراع هي من تأتي بالشخص لكن أنا اليوم أقول له روح أقعد وخلص إحنا ما وصلنا إلى انسداد وليطالي يشكل حكومة واتفقوية الشركاء مثل ما ذكر أستاذ أسيان أنا أقول أنه أي حكومة تتشكل نعم ممكن تعقد جلسة غير مكان بمحافظات بأربيل ولكن أي حكومة ستتشكل ستكون حكومة هشة وضعيفة وحرجاء وغير قابلة لاستمرار وأيضا ممكن أن يكون رسالة لتصعيد جديد لا يحمد عقباء لأننا اليوم نريد نحافظ على المكتسوات العملية السياسية ونحافظ على دماء العراقيين بالتالي أي محاولة استفزازية لطرف له وزنه بالعملية السياسية ومعترض على العملية السياسية وأنا أذهب بتشكيل حكومة بحجة الخيارات الدستورية أمر غير مقبول بالوقت الحالي بصراحة حفاظا أولا على العملية السياسية وحفاظا على التيار الصدي كشركاء وكأخوة لنا في العملية السياسية وبالتالي الخلاف ممكن أن ينحل من خلال حوار فأدعو من خلال قناتكم الكتلة الصدرية لتقبل الحوار ولتقبل الحلول الوسطية ووضع الخلافات الشخصية والملفات الكبرى جانبا وتجنب الصدام والوصول إلى مرحلة تدخلات أقليمية وخارجية تفرض علينا إرادة بالتالي سيتبرر منها الجميع فمطالب الكتار الصدري بأن يقبل بالحلول الوسطية ويقبل بوسطاء يؤمنون بالحوار من أجل على الأقل التهيئة لبرنامج قادم هذا هو رح يحدد المرحلة القادمة من بناء العملية السياسية أو حكومة أصيلة بدل حكومة الكاظمي تهيئ الانتخابات جديدة حل كل المشاكل القادمة أستاذ حسين أكو إمكانية فعليا لعقد جلسة برلمانية وتشكيل حكومة هناك فعلا تقدم الطلبات إلى رئيس البرلمان لعقد جلسة لكن واقعيا أستاذ حسين أكو هذه الإمكانية موجودة لدى قوى الإطار الشيعي والقوى السياسية الأخرى لفعلا تشكيل حكومة لن يكون هذا الموضوع مستفز للتيارة الصدري القدرة موجودة لكن إرادة حتى هذه اللحظة غير متوفرة الإرادة بسبب نعم فبالتالي مسألة الإرادة أنه هم هنا لك ذهم رغبة بضرورة أن يكون التيار الصدري ضمن الحوار هم لا يريدون أن يلجأ إلى خيارات بشكل منفرد لأنه كما ذكرنا قبل قليل أنه يعتبر وجود التيار الصدري بالعمل السياسية ركن الأساسي وهم يراهن أيضا هناك هذه الرؤية تنسجم مع رؤية بعض القوى السنية وعدم تعليق الجلسات البرلمان من قبل محمد الحلبوسي هي من أجل أن يعطى فرصة للتيار الصدري من أجل الذهاب إلى الحوار بشكل يعني من دون اشتراطات حقيقية للحوار يعني حتى هذه اللحظة لم نستشرف أي رغبة حقيقية للحوار وإنما هي عبارة عن تغريدات تصدر من هنا أو هناك وحتى مسألة الرؤية يعني المبادرات التي تطرح هي مبادرات من طرف واحد يعني ما كانت ناظرة لما يريده الطرف الآخر وبالتالي مسألة عقد جلسة وتسمية رئاسة الجمهورية أيضا هذا متعلق أو مشكلة أخرى متعلقة بأقليم كردستان حتى هذه اللحظة لم يحسم هذا الملث بشكل واضح ودقيق وبالتالي قد يؤخر مسألة العقاد أو الرغبة بعقد جلسة برلمانية سواء في بغداد أو في أي مكان آخر طبعا لا يؤثر على شرعية هذه الجلسات سواء عقدت في بغداد أو في غيرها طيب أستاذ حسين بالنسبة للقوى الكردية والقوى السنية التي هي طرف لا يقل أهمية عن أطراف الإطار الشيعي والتاير الصدري موقف القوى السنية والكردية متذبدب مرة متمسكين بالحال الدستوري والقانوني والديمقراطية ومرة أخرى يقاطعون جلسة حوار وهذا يقرأ من الأطراف الأخرى من أنها متناغمة مع موقف التاير الصدري تعتقد كيف سيحسم أو كيف ستحسم القوى السنية والكردية موقفها من هذه الأزمة هذه القوى هي تريد أن تتنصل عن الأزمة مع العلم أن حتى هذه اللحظة لديهم مواقف غير واضحة عن مسألة حل البرلمان أنا قد أجزم أن هذه القوى هي لا ليست تذهب باتجاه حل البرلمان هي لا ترغب بحل البرلمان وإنما ترغب بتشكيل حكومة وأن تكون رتون أساسي ومشاركة بهذه الحكومات وبالتالي ما دامت المشكلة الآن داخل بين الإطار والتيار هي ذاهبة كما ذكرت المواقف الرسمية غير واضحة فيها كثير من الضبابية وبالتالي لأنه أيضا توجد مشاكل خصوصا في قليم كردستان حتى هذه اللحظة لم يحسم ملف رئاسة الجمهورية أو تم تعطيله إلى أن يتم حسم ملف الاتفاق بين الإطار والتيار مع العلم أنه هذا الملف هو جزء العلم الذي يعطل إكمال العملية السياسية بتشكيل حكومة وتسمية رئاسة الجمهورية دكتور رأسلام كانت هناك مراهنات ورغبة كبيرة من سماح في سيد مقتداء الصدر بتفكك الإطار وحتى جذب بعض قواء المشكلة للإطار الشيعي إلى صفقة التيار الصدري ممكن أن تنجح هذه المساعي بصراحة بالبداية كان هناك حوارات حتى السيد مقتداء الصدر جاء إلى الإطار واجتمعها داخل بغداد وبصراحة دعا هو البحث من قادة الإطار أنه 40% أو 50% إلى أن يأتوا إلى طرف التيار الصدري وشركاء بتشكيل الحكومة ولكن بالتالي هي كانت الطلب هو غير يعني على اعتبار غير واقعي لأن اليوم الإطار هو ليس تحالفاً انتخابياً وإنما هو تحالف من أجل تنسيق البواقف يعني بعضها سينظر للإطار هو تحالف انتخابي وليس تحالف انتخابي هو كان موجود من 2020 بصراحة 2020 كان بالشهر العاشر تحديداً عندما كانت هناك أزمة في اختيار رئيس وزراء بعد المشاكل التي حدثت في تشرين واستقالة الحكومة والتعار الصدري كان جزء من هذا من الإطار بالتالي من غير المنطقي اليوم أنا أشتغل كإطار تنسيقي لتنسيق المواقف وأجي أشضي الإطار بهذه الطريقة فحاولوا الأخوة بالإطار أن يقنعوا سيد مقتد الصدر بأنهم على الأقل يتفقون على العرف السياسي المتمثل بما أنه رئيس مجلس النواب مضى بعرف سياسي للمكون السني ورئيس الجمهورية محسوب بالعرف السياسي محسوم للأخوة بالمكون الكردية يجب أن نجلس ونحسم على الأقل رئيس الوزراء ونتفق عليه هنا أنا صار خلاف أنه سيد مقتد الصدر أراد أن يأتي قسم من الإطار ويذهب القسم الآخر إلى المعارضة وهذا حقيقة حتى تكون صريح ممكن بدوافع أيضا شخصية وأخرى تتعلق بالاختلاف بمعادلة الحكم يعني برؤية التيار أنه هذه الجهة لا تنسجمها أفكاره في تغيير شكل هو الخلاف حاليا مجرد اختلاف برؤية هو خلاف بمشروع لا هو الخلاف جزء من المشكلة وليس أصطى المشكلة صراح ولو ممكن أن يطور إلى خلاف أي دولوجي أن تمكن سيد الصدر من إيجاد تغيير واقعي على هذا الوقت بصالح التيار أستاذ بشار هو جاوب سيد مقدد الصدر لأكثر من مرة لأن لديك خلاف شخصي مع السيد المالكي قال أنه ما عندي خلافات شخصية أنا اختلف وياه بالرؤية بالأفكار بمعادلة الحكم عني عندي رؤية لبناء وفلسفة لبناء الدولة يعني التهمهم بعدم إدارة الدولة بشكل صحيح فلسفتهم عندهم ولاعات خارجية يعني ما شابك من هذه الاتهامات بالمسبة لإتلاف النصر وإتلاف النصر والدكتور العبادي يعني علاقة جيدة بالسيدة الصدرة موقفكم إلى من تميلون رغم أنتم جزء من الإطار نعم بصراحة هذا دائما يكرر علينا السؤال ونحن مواقف نثابتة المفروض كل الإعلام متطلع عليها كل بيانات يعني الجهة الوحيدة التي تصدر بيانات في كل أزمة وفي كل موقف فورا نصدر بيان حتى نوضح موقفنا نحن لا نقف مع أي جهة إلا من خلال مشروعيتها بصراحة نحن جزء من الإطار نعم نحن جزء من الإطار لإنشاء معادلة حكم جديدة تتوافق ويا مطالب الجماهير بالتالي اليوم أي معادلة تذهب مع مشروع الدولة بناء الدولة دستورية الدولة سنذهب معه ولذلك وقفنا بمواقف كثيرة مع توجهات الإطار ووقفنا ضد توجهات بعض التوجهات اللي قام بها الإطار والتيار وآخرها يعني موضوع الاعتصام أمام القضاء فورا نزلنا بيان الدكتور حيدر العبادي أن المساس بالقضاء خطأ أحمر ويجب على الكتلة الصدرية مراجعة قرارها لأنه يجب أن نحيد باستورية القضاء ولا ندخله في هذا الصراع السياسي بالتالي احنا مواقفنا مع الدولة مع دستورية الدولة لا نقف مع أي طرف إلا من خلال المشروع بالتالي اليوم نجدد دعوتنا لكل الأطراف أنه لا سبيل ولا حل إلا من خلال الحوار وجودنا بالإطار هو من أجل تقريب وجهات النظر خفض التوتر حالة وسطية لخفض أي صراح لا سامح الله أو أي انسدات مستقبلي لا ينتج أو لا يفضي إلى حوار لذلك أكرر وأقول نحن سنقف مع المشروع الوطني ولا ننظر إلى الأسماء وإنما ننظر إلى المشروع وسنبقى يعني نحاول ونكون جهة وسطية بين كل الأطراف بين سيد مقتد الصدر وبين الإطار لتقريب وجهات النظر واليوم هناك مخاوف من المشروع ذاته وأنتقلك واستاذ حسيا اليوم هناك مخاوف من المشروع خصوصا المشروع اللي يطرح ويصعد مطالب سيد الصدر يوما بعد آخر موقف الإطار بالأمس كان ربما يوصف بأنه موقف ضعيف نوعا ما نظرا لأن المبادرة دائما هي بيد التيار الصدري وخطوات الإطار كانت مجرد ردود أفعال اليوم ربما موقف الإطار الشيعي أصبح أكثر قوة أو أكثر تماسك بعد المواقف المحلية والإقليمية والدولية خصوصا بعد خطوات التيار الصدري وأبرزها الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى طبعا لا أحعد يرغب بأنه يتم تعطيل السلطة القضائية وهذا خطأ كبير ارتكبه التيار الصدري بالإضافة لخطأ الانسحاب من داخل قبة البرلمان هذه الأخطاء كلفت التيار الصدري كثيرا خصوصا مسألة الدعم الخارجي عندما يتم المساس بالسلطة القضائية بهذه الصورة وأيضا حتى مسألة المساس بالسلطة التشريعية يعني لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال تعطيل البرلمان هذه مؤسسة منتخبة من قبل الجمهور وبشكل مباشر وبالتالي لا ينبغي تعطيلها نعم الإطار التنسيقي تعامل مع هذه القضايا بأريحية كبيرة وصبر حقيقي لأن الآثار المترتبة على هذه القضايا قد يكلف كثيرا الصبر الإيجابي الذي مارسه الإطار التنسيقي والتعامل مع كل المبادرات التي طرحت من قبل التيار الصدري بإيجابية مع العلم أنه كما ذكرتم أو كما ذكرنا أن الكثير من فقراتها قد تكون صعبة القبول لأنها لا تتعلق بالبيت الشيعي فقط وإنما هناك شركاء آخرون في العملية السياسية وبالتالي المشكلة ليست بين الإطار والتيار بقدر ما هي مشكلة بلد ونظام سياسي وتغيير هذه الضايا يتم عبر الحوار الذي رفضه التيار الصدري بشكل مباشر مع الكثير من القوى رفض الحوار وأراد أن يفرض حلول ثورية كما ذكرنا بهذه الصورة مما عطل العملية السياسية إلى حد كبير بالنسبة للإطار أيضا لم يطرح مبادرة يعني يقبلها التيار الصدري وما طرحها كثير من القضايا تم رفضها بشكل قطع من قبل التيار وآخرها الاجتماعات الأخيرة التي حصلت يعني مع سيد الكاظم رئيس الذي رعاها رئيس الوزراء ما استجاب منها ورفضها جملة وتفصيل من دون الخوب بتفصيلاتها مع العلم أنه قد تكون بداية الحلال وانحسار الأزمة شكرا جزيلا لكم المحل السياسي الأستاذ حسين الكناني كنت ضيفا كريما علينا مباشرة بالصوت والصورة من ساحة الاعتصام وشكرا جزيلا لكم وعضو اتلاف النصر الدكتور سلامة زبيدي كنت ضيفا كريما شكرا لكم شكرا موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكارم إلى ختام هذه التغطية وإلى اللقاء في تغطيات أخرى